احنا عدم نشاط القطاع الخاص بالديوانية وعدم نشاط الحكومي بالديوانية يعني نشاطات حكومية ما عندنا المصفى فقط والشركات الاخرى شركات التمويل الذاتي الخاسرة اللي الحكومة تمولها مثلا معمل مطاطة الديوانية معمل نسيجة الديوانية معمل البان الديوانية معمل طابق الديوانية كلها معطلة ورواتبها تصرف من موازنة الاتحادية يعني الحكومة تمولها وهي شركات معمل مطات تقصد نفسها معمل إطارات معمل الإطارات ديوانية نفسها هذا كان ينتج إطارات هذا هسه شركة خاسرة أي شركة خاسرة حرام معمل نسيج الديوانية شركة خاسرة معمل طابوق الديوانية شركة خاسرة يجوز معمل ألبان الديوانية معرف عنده انتاج لأولا القصد الديوانية بالوقت الحاضر بالوقت الحاضر اللي عايشة عليها هو الرواتب فقط ما عندنا شيء ثاني عايشين علي غير الرواتب ما نحن نحسب المدخولات هاي القليلة من النشاط الخاص النشاط الصغير هسا عندنا مولات عندنا محلات تجارية عندنا مصانع صغيرة عندنا معامل كاشي بس هذي مو هي هاي اللي تنقض الديوانية لازم الديوانية تحظى باهتمام حكومي على أعلى مستوى وعلى غير حالة يعني احنا في 2016 على أساس ينشأ مطار للديوانية مطار تجاري على الطريق السريع باعتبار الديوانية حلقة وصل بين محافظات الفرات الأوسط محافظات الجنوب ومحافظات بين الواسط حتى يعني هذا مكانها الستراتيجي وعلى أساس ينشأ بها مطار والمطار صودر لمحافظة أخرى ويعني المحافظة مثل ما قلت مائلها بواكي وللأسف احنا اليوم نشكر السيد محمد الشاع السوداني على زيارته واهتمامه الجاد بالمحافظة في وقت سابق الديوانية ما يحسب لها حساب بالاهتمام